بعد مرور عام على إنشاء أول مجلس ولائي بعين صالح المجلس والشعبي الولائي لولاية عين صالح يبادر إلى تنظيم يوم دراسي حول عصرنات المستثمرات الفلاحية وترشيد مياه السقية في إطار سياسة الحكومة الرامية نحو تنشيط الاستثمار الفلاحي واستعمال التقنيات العصرية الحديثة والرقمناء بادروا إلى تنظيم هذا اليوم الدراسي حول عصرنات المستثمرات الفلاحية هذا اللقاء بينا إلا الفلاحين إخواني الفلاحين بصفة عامة أن يكون ترشيد المياه السقية للمستثمرات الفلاحية المعهد الوطني للأبحاثي الزراعية محطة أضرار كان حاضر وبقوة لأهمية الموضوع المقترح رفقة الصندوق الشهوي للتعاون الفلاحي بعين صالح كشريك فلاحية كان فرصة سانية حالنا بحضره هنا في هذه الولاية الفتية ومعهد لأول لقاء مع الفلاحين في إطار العقل نتسقي لسيما في المناطق الانتعانة وكذلك في اختيار للأراضي الفلاحية وزراعية ركزنا من خلال المداخلة على أهمية التأمين من الشكل المحورية والمحاصيل الزراعية وهذا كدعم ومرافق للفلاح في المجال الفلاحي وإعطاء نفس جديد من أجل المواصلة في هذا المجال أيام دراسية من هذا النوع تأتي بهدف النهوض بالقطاع الفلاحي المنتج بولاية عين صالح في ظل المؤهلات التي تتربع عليها الولاية في مقدمتها شساعة الأراضي والمياه الجوفية